السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الفيديو خاص بالفصل الثاني والعشرين من رواية كونديد تستمر رحلة كونديد دائما بفرنسا تحديدا بمدينة باريس نتعرف على شخصية الفصل كونديد بطل الرواية ماغدان الفيلسوف المتشائم جدا طبيبان ومجموعة من الأصدقاء ومرأتان تقيتان ظهروا خلال مرض كونديد لدعمه بسبب ثروته كاهن الحية الذي عرض عليه شراء سك الدخول للجنة قص صغير أصله من مقاطعة بيريغورد وهي مقاطعة سابقة بفرنسا صحفي متفلسف فاشل ممثلة مسرحية تدعى كليغون أثارت إعجاب كونديد وذكرته بكينيغوند المركيزة بارولينياك وابنة هذات الخمس عشرة السنة الفصل بعنوان ما عاشه كونديد وماغتان بباريس لم يتوقف كونديد ببوردو إلا لوقت يكفيه لبيع بعض الأحجار من الإلدورادو وليستأجر عربة بمكانين لأنه لم يعد يستطيع أن يستغني عن فيلسوفه ماغتان لكن ما أغاذه جدا هو انفصاله عن خروفه الذي تركه في أكاديمية العلوم في بوردو والتي اقترحت أن يكون موضوع الجائزة هذه السنة هو اكتشاف لماذا صوف هذا الخروف أحمر اللون منحت الجائزة لعالم من الشمال برهن عبر الألف زائد باء ناقص جيم مقصوم على زاي أن الخروف يجب أن يكون أحمر اللون وأنه سيموت من جذر الغنم خير أن كل المسافرين الذين التقى بهم كونديد في مقاهي الطريق كانوا يقولون له نحن نتجه إلى باريس أعطاه هذا الاندفاع العام الرغبة في رؤية هذه العاصمة لم يكن يتطلب الأمر الكثير من الإنعطاف عن طريق البندقية فدخل عبر ضاحية السيم مارسو واعتقد أنه في أسوأ قرية من مقاطعة فيستفالي وماء وصل كونديد إلى الفندق حتى أصيب بمرض خفيف من جراء التعب وبما أنه كان يضع في أصبعهما ستا ضخما وبما أنهم شاهدوا في لوازمه صندوقا من النقود ثقيلا إلى حد كبير كان بقربه على الفور طبيبان لم يستدعهما وبعض الأصدقاء الحميميين الذين لم يتركوه ومرأتان تقيتان كانت تسخنان له الحساء كان مغتا يقول أذكر أني مردت أيضا في باريس خلال رحلة الأولى وكنت فقيرا جدا ولم يكن لدي أصدقاء ولا نساء تقيات ولا أطباء ومع ذلك شفيت غير أنه لفرض تناول الأدوية أصبح مرض كونديد خطيرا فأتى كاهن من الحي يطلب منه سكا يدفع لحامله في العالم الآخر لكن كونديد لم يرغب بالقيام بذلك فأكدت له المرأتان التقيتان أن ذلك عادة جديدة أجاب كونديد أنه ليس رجلا على الموضة أما مغتا فكان يريد أن يرمي بهذا الكاهن من النافذة أقسم رجل الدين أنهم لن يدفنوا كونديد أبدا فأقسم مغتا أن يدفن رجل الدين إذا استمر في إزعاجهما احتدم النقاش وأمسكه مغتا من كتفيه وطرده بقسوة مما تسبب في فضيحة كبرى دونت أحداثها في محضر في كونديد وخلال فترة النقاها كان يتمتع برفقة جيدة على العشاء كانوا يلعبون الورق كثيرا وكان كونديد متفاجئا جدا لأنه لم يحصل أبدا على ورقة الآس غير أن مغتا لم يكن متفاجئا من ذلك ومن بين الذين كانوا يقومون بالواجب معه من المدينة قص صغير وهو أحد الأشخاص المستعجلين والحذرين والذين قد ينصبون كمينا والخادومين دائما والمقدامين والمخادعين والمتهاودين والذين يترقبون الأغراب حين يمرون ويخبرونهم قصة الفضيحة في المدينة ويعرضون عليهم المرحة بأي ثمن فأخذ أولا كونديد ومغتا إلى المسرح الهزلي كانوا يعرضون هناك تراجيديا جديدة ووجد كونديد نفسه جالسا قرب بعض الأشخاص المغرمين بالأذب لكن ذلك لم يمنعه من البكاء أثناء مشاهدة مثلت بشكل رائع فقال له في الفاصل أحد المتفلسفين الذين كانوا يجلسون إلى جانبه أنت مخطئ كثيرا بالبكاء فهذه الممثلة رديئة جدا والممثل الذي معها أشد سوءا منها والمسرحية أشد سوءا من الممثلين والمؤلف لا يعرف أي كلمة في اللغة العربية ومع ذلك فالمسرحية تدور في بلد عربي بالإضافة إلى ذلك وهو رجل لا يؤمن بالأفكار الفطرية سأحضر لك غدا عشرين كتيبا ضده قال كونديد للقس سيدي كم مسرحية لديكم في فرنسا فأجابه هذا الأخير خمسة أو ستة آلاف فقال كونديد هذا كثير كم مسرحية جيدة لديكم فأجاب الآخر خمسة عشر أو ستة عشر فقال مغتا هذا كثير أعجب كونديد جدا بممثلة كانت تلعب دور الملكة إليزابيت في تراجيدية فيها جدا وكانت هذه التراجيدية تقدم من حين لآخر فقال لمغتا هذه الممثلة تعجبني كثيرا إنها تذكرني بطريقة ما بالآن ساكني جوند وسأكون مسرورا جدا بإلقاء التحية عليها اقترح القس الصغير أن يعرفه عليها فسأل كونديد الذي تربى في ألمانيا على آذاب التصرف عن كيفية معاملة ملكات إنجلترا في فرنسا فقال القس لا بد من التمييز ففي المقاطعة يأخذونهن إلى الحانة وفي باريس يحترمونهن حين يكون جميلات ويرمونهن في القمامة حين يمتن قال كونديد يرمون الملكات في القمامة فأجاب مغتا نعم فالسيد القس محق كنت في باريس حين انتقلت الآن سامونيم كما يقال من هذه الحياة إلى الحياة الأخرى فرفض هؤلاء الناس القيمة بما يعرف بمراسم الجنازة أي أنهم رفضوا دفنها مع كل أنذال الحي في مدفن رديل فدفنت وحدها بعيدا عن جماعتها عند زاوية طريق بوغوني وهذا سبب لها بالتأكيد ألما كبيرا لأنها كانت تفكر بطريقة نبيلة جدا فقال كونديد هذا بحق لا تتهذيب أجاب مغتا ماذا تريد هكذا هم هؤلاء الناس تخيلوا كل التناقضات وكل التعارضات الممكنة سترواها في الحكومة وفي المحاكم وفي الكنائس وفي كل مشاهد هذه الأمة الغريبة فقال كونديد هل صحيح أنهم يضحكون باستمرار في باريس فأجاب القيس نعم لكن بصخط لأنهم يتذمرون من كل شيء بصحات كبيرة من الضحك حتى إنهم يقومون وهم يضحكون بالأعمال الأكثر بغضا فقال كونديد من هو هذا الخنزر الضخم الذي كان يحدثني بالسوء عن المسرحي التي بكيت فيها كثيرا والممثلين الذين أسعدوني جدا فأجاب القيس إنه فاسق يكسب رزقه من قول السوء عن كل المسرحيات وهو يكره الناجحين إنه أحد أثاع الأدب الذين يعتاشون من الوحل والسم إنه صحفي فاشل فقال كونديد ماذا تعني بصحفي فاشل فقال القيس إنه مجرد صانع أوراق وهكذا كان كونديد مارتا والقيس يفكرون وهم على السلم يشاهدون أن سيخرجون من المسرحية فقال كونديد مهما أكون مستعجلا لرؤية الأنسة كينيغوند فإني أود أن أتناول العشاء مع الأنسة كليغون لأنها بدت لرائعة لم يكن القص رجلا يقترب من الأنسة كليغون لأن التي لا تكون إلا مع رفقة جيدة فقال له إنها مرتبطة هذا المساء لكن سأتشرف بأخذك إلى امرأة ذات منزلة رفيع وهناك ستعرف باريس كما لو أنك عشت فيها أربع سنوات فقال كونديد وكان فضوليا بطبيعته وذهب عند هذه المرأة أي إلى ضاحية السين أونغي حيث كانوا يلعبون الفرعونية وكان 12 لاعبا دعساء يتحدون الصندوق ويمسكون بأيديهم مجموعة صغيرة من الأوراق المطوية التي تحمل سجل مصائبهم كان يسود صمت رهيب وكان الشحوب يبدو على جبين هؤلاء اللاعبين كان القلق على جبين السيرفي أما سيدة المنزل الجالسة قرب هذا السيرفي عديم الشفقة فكانت تراقب بعينين ثاقبتين كل مضاعفات الرهان في القمار وكل المراهانات بسبعة أضعاف التي كان كل لاعب يطوي بها أوراقه وكانت تفتح الطيب انتباه صارم ولكن بتهذيب ولم تكن تغضب قط خوفا من أن تفقد زبناءها وكانت هذه المرأة تدعو نفسها بمركيزة باغولينياك كانت ابنتها البالغة من العمر 15 عاما في عداد اللاعبين وكانت تنبه بطرفة عين عمليات الاحتيال التي يقوم بها هؤلاء الناس المساكين في محاولة منهم لتصحيح شدائد القدر دخل القص كونديد وماغتان ولم يقف أحد لم يسلم عليهم أحد ولم ينظر إليهم أحد كانوا جميعهم منشغلين جدا بأوراقهم فقال كونديد كانت السيدة بارونة ثوندرتاندخونج أكثر تهذيبا غير أن القصة اقترب من أذن الماركيزة وتحدث إليها فوقفت نصف وقفة ومنحت كونديد ابتسامة ضريفة وسلمت على ماغتان بهزة رأس نبيلة جدا أرشدت كونديد إلى مكان ليجلس وأعطته أوراقا فخسر خمسين ألف فرنك في لعبتين وبعدها تعشى بمراح شديد دهش الجميع لأن كونديد لم يتأثر بخسارته كان الخدام يقولون لبعضهم البعض بلغة خاصة لابد أنهم لورد مبليزي كان العشاء مشابها لمعظم وجبات العشاء في باريس أولا ساد الصمت وبعدها سمعت دجة كلمات لم نكن استطيع تمييزها قط وبعدها دعابات غالبية هتافها وشائعات وملاحظات مغلوطة القليل من السياسة والكثير من النميمة حتى إنهم تحدثوا عن كتب جديدة فقال القص هل قرأتم كتاب الأستاذ غوشا الدكتور في اللاهوت فأجاب أحد الموجودين نعم لكنني لم أستطع أن أنهيه لدينا الكثير من المؤلفات السفيهة لكنها جميعها لا تضاهي وقاحة غوشا الدكتور في اللاهوت لقد شبعت جدا من هذا العدد الكبير من الكتب الرديئة التي تغمرنا حتى إنني بدأت ألعب الفراونية فقال القص وما رأيكم بمنوعات رئيس الشمامسة القص فقالت السيدة باغولينيك آه هذا العدو المتجر هو يقول بغراب ما يعرفه الجميع هو يناقش بتثاقل ما لا يستحق حتى الكلام عن هي للطريقة التي ينتحل بها من دون تفكير طريقة تفكير الآخرين وكم يشويه الأفكار التي ينتحلها كم يقرفني لكنه لن يقرفني بعد الآن تكفي قراءة بعض الصفحات من هذه المنوعات وكان يجلس إلى المائدة رجل عالم ذو ذوق فأيد ما قالته المركيزة تكلموا بعدها عن التراجيديا فسألت السيدة لما ثمت تراجيديا كانت تمثل أحيانا ولا يمكن كراءتها فشرح الرجل ذو الذوق الرفيع جيدا كيف يمكن أن تكون إحدى المسرحيات ممتعة من دون أن يكون لها تقريبا أي تقيمة وأثبت بالقليل من الكلمات أنه لا يكفي أن نأتي بواحد أو اثنين من المواقف التي نجدها في كل الروايات والتي تلفت دائما أنظار المشاهدين لكن يجب أن نجدد دون أن ندخل في الغرابة أو نتجاوز المألوف وأن نكون دائما طبيعيين كما يجب أن نعرف القلب البشري وأن ندعه يتحدث أن نكون شعراء عظماء من دون أن تبدو وبتاة أي شخصية من المسرحية بأنها شاعر وأن نعرف اللغة معرفة حقيقية وأن نحسن تكلمها بتناغم مستمر من دون أن تؤثر القافية أبدا في المعنى أضاف أي شخص لا يرى كل هذه القواعد يمكنه أن يكتب تراجيديا واحدة أو اثنتين يصفقون لها في المسرح لكنه لن يعد أبدا من بين الكتاب الماهرين فثمت القليل القليل من التراجيديات الجيدة بعضها هي قصائد غزالية منظومة على شكل حوار مكتوب جيدا ومقفى جيدا والبعض الآخر ملاحظات سياسية متجرة أو إسهاب مثير للإشمئزاز أما البعض الآخر فهو عبارة عن أحلام مجنون مكتوبة بأسلوب بربري وأحاديث يقاطعونها ونداءات طويلة للآلهة لأننا لا نعرف كيف نتحدث إلى الرجال وأخرى عبارة عن أقوال خاطئة وأماكن مشتركة متكلفة كونديد هذا الحديث بانتباه وكون فكرة عظيمة عن هذا المتكلم وبما أن الماركيزة كانت قد حرست على أن تجلس كونديد بقربها اقترب من أذنها وسمح لنفسه بسؤالها عن من يكون هذا الرجل الذي كان يتحدث جيدا فقالت المرأة إنه عالم لا يلعب بتاتا ضد الصندوق يحضره إلي القص أحيانا كي يتعشى وهو ملم جدا بالتراجيديات والكتب وقد كتب تراجيديا لم تنجح وكتابا لم نرى يوما نسخة عنه خارج مكتبة بائع كتبه إلا تلك النسخة التي أهداني إياها فقال كونديد الرجل العظيم إنه بانغلوس آخر حينها ازدفت إليه وقال له سيدي أنت تعتقد من دون شك أن كل شيء يسير نحو الأفضل في العالم المادي والمعنوي وأن الأمور لم يكن يمكن أن تكون غير ذلك فأجابه العالم أنا؟ أنا يا سيدي لا أؤمن بأي شيء من هذا أنا أرى أن كل شيء يسير بأسوأ حال عندنا وأن لا أحد يعرف مكانته ولا وظيفته ولا ماذا يفعل ولا ماذا يجب أن يفعل وباستثناء العشاء الذي هو مسل جدا والذي يجمع جماعة طيبة تجري فيما تبقى من الوقت شجارات وقحة شخصية من البرلمان ضد شخصيات من الكنيسة شخصية من الكتاب ضد شخصيات من الكتاب جلساء أمراء ضد جلساء أمراء ممولون ضد الشعب ونسوة ضد أزواجهن وأهل ضد أهل إنها حرب أبدية فأجاب كونديد رأيت أسوأ من ذلك لكن حكيما وقبل أن يسوأ حظه ويشنق أعلمني أن كل ما يجري جيد وأن ذلك ذلال لوحة جميلة فقال ماغتام كان رجلك المشنوق ويسخر من العالم إن ذلالك بقع رهيب فقال كونديد إن الناس هم الذين يصنعون هذه البقع ولا يمكنهم أن يتخلوا عنها فقال ماغتام هذا إذن ليس خطأهم كانت غالبية لعب الورق لا يهتمون بهذا الحوار فكر ماغتام على العالم وأخبر كونديد جزءا من مغامراته لسيدة المنزل بعد العشاء أخذت الماركزة كونديد إلى حجرة منفصلة وأجلسته على مقعد وقالت له حسنا أما زلت تحب بوجنون الآن سكنيغون تندير تنترونك فأجاب كونديد نعم سيدتي فقالت له الماركزة بابتسامة حنونة أنت تجيبني مثل شاب من فيستفالي لأن الشاب الفرنسي كان ليجيبني صحيح أني أحببت الآن سكنيغون لكني حين رأيتك يا سيدتي أخشى أنني لم أعد أحبها فقال كونديد للأسف يا سيدتي سأجيبك ما تريدين فقالت الماركزة بدأ شغفك بها حين التقطت من ديلها أريدك أن تلتقط ربط تساقي قال كونديد من كل قلبي والتقطها ثم قالت السيدة لكني أريدك أن تلبسني إياها من جديد ففعل وقالت السيدة مجددا أترى إنك غريب أنا أذيب أحيانا عشاق الفرنسيين حبا لمدة خمس عشرة يوما لكني أحببتك منذ الليلة الأولى لأنه يجب أن نرحب في بلدنا برجل شاب من فيستفالي كانت الجميلة قد رأت مستين كبيرتين في يد الشاب الغريب فعبرت عن إعجابها بهما بحسن نية فانتقلت من أصابع كونديد إلى أصابع الماركيزة شعر كونديد حين عاد مع القص ببعض الندم لأنه خان الآن ساكينيغوند كان القص يفكر في بؤسه إذ أنه لم يكن سيحصل إلا على نسبة مئوية بسيطة من الخمسين ألف ليرة التي خسرها كونديد في اللعب ومن قيمة المستين اللتين وهبتا وسليبتا كان في نيته الاستفادة قدر ما يستطيع من المنافع التي سيحصل عليها من معرفة كونديد أخباره الكثير عن كونيغوند وقال له أنه سيطلب السماح من هذه الجميلة على خيانته لها حين سيراها في البندقية كان احترام القص يزيد لكونديد وكان ينتبه جيدا لكل ما كان يقوله ويقوم به وسيقوم به قال له إذن يا سيدي لديك موعد في البندقية فأجاب كونديد نعم سيدي القص علي حتما أن أذهب لأجد الآنسة كونيغوند شعر برغبة في التحدث عن التي كان يحبها فروى جزءا من مغامراته بأسلوبه وعلى الطريقة الفيستفالية قال القص أعتقد أن الآنسة كونيغوند نبيهة جدا وتكتب لك رسائل جميلة أجابه كونديد لم أستلم أي تواحدة تصور أنني طردت من القصر لأني أحبها ولم أعد أستطيع أن أكتب لها بعدها عرفت أنها ماتت وبعدها وجدتها حية وفقدتها أرسلت إليها رسالة مستعجلة على بعد 2500 فرسخ وأنا أنتظر الجواب القص يستمع بانتباه وكان يبدو عليه أنه يحلم فترك بعضها الغريبين بعد أن قبلهما بحنان وفي اليوم التالي وحين استيقظ كونديد استلم رسالة تتضمن ما يلي سيدي حبيبي العزيز جدا أنا مريض منذ ثمانية أيام في هذه المدينة وقد علمت أنك هنا سأطير إلى ذراعيك لو كنت قادرة على الحركة لقد علمت أنك مررت ببوردو لقد تركت الوفية ككومب والعجوز الذين يجب أن يتبعاني لقد أخذ حاكم بونوس آيريس كل شيء ولم يبقى لي إلا حبك تعال سيرد وجودك إلي الحياة أو سيجعلني أموت من السرور تلك الرسالة الرائعة تلك الرسالة التي لم يكن يأمل في الحصول عليها جعلت كونديد يشعر بفرح لا يوصف وقد جعله مرض الآن سكنيغوند يموت من الألم وفيما كان يشعر بهذين الشعورين أخذ ذهبه وماساته وذهب مع مغتا إلى الفندق الذي تنزل فيه الآن سكنيغوند فدخل وهو يرتعش من الانفعال وكان قلبه يخفق بسرعة وصوته يرتجف أراد أن يفتح الستائر التي تحيط بالفراش وأن يترك النور يدخل فقالت له الممردة انتبه جيدا فالنور يقتلها وفجأة أغلقت الستائر فقال كونديد وهو يبكي عزيزتي كونديد كيف أصبحت إذا كنت عاجزة عن رؤيتي فكلميني على الأقل فقالت الممردة إنها عاجزة عن الكلام فسحبت السيدة حينها من السرير يدا سمينة أمسكها كونديد وملأها بدموعه وبعدها وضع فيها الماس وترك كيسا مليئا بالذهب على الأريكة خضم تلك الانفعالات وصل شرطي ومعه الأب زمرة من الجنود وقال ها هما الغريبان المشتبه بأمرهما فأمسكوهما وأمر رجاله بوضعهما في السجن فقال كونديد لا يعامل المسافرون بهذه الطريقة في الإلدورادو أجاب ماغتان أنا مانني أكثر من قبل قال كونديد لكن إلى أين تأخذوننا يا سادة فقال الشرطي إلى الزنزانة لما استعاد ماغتان رباط جأشه رأى أن المرأة التي كانت تدعي أنها كينيغوند مجرد محتالة وأن السيد القيس محتال أيضا قد استفاد كثيرا من براءة كونديد وأن الشرطي أيضا محتال آخر يمكن التخلص منه بسهولة وضن على أن يمثل أمام العدالة قام كونديد الذي نورته نصيحة ماغتان والمستعجل لرؤية كينيغوند الحقيقية بعرض ثلاث ماسات صغيرة على الشرطي تبلغ قيمة كل واحدة منها حوالي ثلاثة آلاف بستول فقال له صاحب العصى العاجي آه يا سيدي حتى وإن كنت قد ارتكبت كل الجرائم التي لا تصدق أنت بالنسبة إلي أنزه رجل في العالم ثلاث ماسات كل واحدة منها تساوي ثلاثة آلاف بستول سيدي سأقتل نفسي من أجلك عوضا عن أخذك إلى الزنزانة إنهم يقفون كل الغرباء لكن دعي الأمر لي لدي شقيق في دياب في النورماندي سأخذك إليه وإن أعطيته بعض المسات سيهتم بك مثلي تماما فقال كونديد ولما يوقفون كل الغرباء؟ قال الأبو حينها لأن نذلا من بلد الأدريباتي قد سمع بعض التفاهات هذا ما جعله يقتل والديه ليس مثل الذي ارتكب جريمة مماثلة في العام 1610 في أيار مايو لكن مثل ذلك الذي قام بهذه الجريمة في عام 1594 في شهر كانون الأول ديسمبر ومثل رجال آخرين أنذال ارتكبوا جريمة مماثلة في سنوات عدة وأشهر عدة لأنهم سمعوا بعض التفاهات حاله بعدها ما كان سبب كل ذلك فقال كونديد آه الوحوش ماذا مآس كهذه عند شعب يرقص ويغني ألا أستطيع أن أخرج بأسرع ما يمكن من هذا البلد الذي يقوم فيه السعادين بإزعاج النمور لقد رأيت ذيببا في بلدي ولم أرى رجالا إلا في الإلدورادو باسم الرب سيدي خذني إلى البندقية حيث يجب أن أنتظر الآن ساكيني جوند فقال رجل الشرطة لا أستطيع أن أخذك إلا إلى النورماندي السفلة حينها نزع عنه القيود وتأسف وأرسل رجاله وأخذ كونديد وماغتان ووضعهما في يدي شقيقه كانت سفينة هولندية صغيرة راسية فأصبح النورماندي بفضل ثلاث مسات أخرى أكثر الرجال خدمة وأبحر مع كونديد وأصحابه في السفينة المنطلقة إلى بورتسموث في إنجلتيرا لم تكن هذه طريق البندقية لكن كونديد كان يعتقد أنه نجا من جهنم وكان عازما على أن يسلك طريق البندقية في أول مناسبة إلى هنا تنتهي أحداث الفصل الثاني والعشرين نلتقي في أحداث الفصل الثالث والعشرين مع كونديد وماغتان وماذا سيشاهدان على سواحل إنجلتيرا بالتوفيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر